أهلاً ومرحباً بكم طلابي أحبائي الطلاب الصف الحادي عشر هذا هو الأسبوع الثاني في هذا الفيديو سنصلط الضوء على أهم المحاور والموضوعات التي سنقوم بدراستها ومناقشتها خلال هذا الأسبوع الثاني كما يظهر أمامكم على الشاشة سنبدأ في الفصل الثاني وهو الأردن وحركة النهضة العربية هنا نريد أن نعرف النهضة العربية وعملها تأثر الأردن بالنهضة التي شهدتها البلاد العربية فهو مما لا شكله أنه أحد بلاد الشام الذي يربط المشرق العربي بمصر ولمعرفة مفهوم النهضة العربية دعونا ننتقل إلى هذا النص هو حالة من الوعي السياسي شهدتها الولايات العربية خاصة في المشرق العربي منذ منتصف القرن التاسع عشر الميلادي هنا تمثلت هذه الحالة بتنبيه العرب إلى ماضيهم المجيد إدراكهم لواقعهم المتخلف وسعيهم لإحياء الماضي بما فيه من أصالة وتراث عربي إسلامي مجيد تضافرت عدة عوامل عزيز الطالب ساعدت على ظهور النهضة العربية في منتصف القرن التاسع عشر حتى القرن العشر ما هي هذه العوامل؟ أولاً سياسة التتريك تتريك العرب ثانياً الحملة الفرنسية على مصر وبلاد الشام ثانياً ظهور طبقة متعلمة ومثقفة مطلعة على نظم الديمقراطية كل هذه العوامل ساعدت على أن ينهض العرب على واقعهم مظاهر النقطة في الأردن كان الاهتمام بالتعليم وانتشار المدارس خاصة في أثناء فترة حكم إبراهيم باشا هذا دفع الدولة العطمانية في النصف الثاني من القرن التاسع عشر إلى فتح العديد من المدارس الابتدائية والرشدية في عدد من البلدات والقرى في الأردن إضافة إلى المدارس التابعة للإرساليات التبشيرية وبالطبع كان هناك لإنشاء هذه المدارس أثر فيما يلي ارتفع مستوى التعليم وانتقلت العلوم والمعارف نمو الشعور القومي العربي لدى الأردنيين ظهور أدباء وصحفيين أردنيين في أواخر العهد العثماني مثل محمد لمحيسن من الطفيلة الذي أصدر جريدة الصراط باللغة العربية من الولايات المتحدة الأمريكية ومن مؤلفاته رواية الأسير وعقيل أبو الشعر من موليد بلدة الحصد الذي أكمل دراسته في القدس ثم روما وقد أتقنى اللغات التركية والإنجليزية والفرنسية والإيطالية والألمانية هنا لهم مجموعة من الروايات ترجمت إلى اللغتين الإسبانية والفرنسية وترجم بعض منها إلى العربية وأيضا الحركات المحلية نظرا لسوء سياسة الإدارة العثمانية في الأردن قامت حركات عدة ومنها حركة بني حميدة عام 1888 للميلاد قامت عشائر بني حميدة في عام 1888 بالتمرد على الدولة العثمانية لماذا؟ لظلمها واستخدامها القسوة في جباية الضرائب منها وقد رفض أبناء قبيلة بني حميدة في زبيان دفع الضرائب المتراتم عليهم والبالغة 200 ألف قرش كان من نتائج حرب بني حميدة مقتل وجرح عدد منهم وإجبار أهل القبيلة على دفع ما عليهم من الضرائب حركة الشوبك عام 1905 للميلاد هي إحدى الحركات التي قامت ضد الظلم العثماني المتمثل بكثرة ما فرض على أهالي الشوبك من ضرائب وكان من نتائج هذه الفرق مقتل عدد من رجال الشوبك تدمير منازل الأهالي إجبار الأهالي على دفع الضرائب وأيضا ستدرس خلال الحصة الكثير من الحركات حركات المحلية التي وجدت نتيجة سوء السياسة سياسة الإدارة العثمانية في الأردن عزيزي الطالب هذا هو عرض سريع لما سنقوم بدراسته خلال الأسبوع الثاني من الفصل الثاني أتمنى أن أكون قد وحكت فيما قدمته لكم طاب نهاركم بكل الأمل والخير والبركة ترجمة نانسي قنقر